خطوة أخرى نحو الخلف يتراجع بها المغرب في محيطه الإقليمي والإفريقي بعد الأزمة المجانية التي أحدثها مع تونس وإقدامه على سحب سفيره احتجاجاً على مشاركة الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي في ندوة توكيو الدولية للتنمية في أفريقيا المنعقدة في تونس الأسبوع الماضي خطوة كشفت الإفلاس الدبلوماسي المقترن بالتهجم الفاضح على الدول والحكومات مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة تيكاد ثمانية بتونس جاءت بناء على مذكرة دعا فيها الاتحاد الإفريقي كافة أعضائه بالإضافة إلى دعوة فردية مباشرة وجهها رئيس المفوضية الإفريقية للجمهورية الصحراوية لحضور هذه القمة لهذا فإن محاولة الاستقواء على تونس لا تدخل سوى في خانة العدائية المجانية التي رفضها التونسيون من أحزاب سياسية ونقابات عمالية وإعلامية ودعوا القصر الملكي لإحترام سيادة الدول بعدما اكتشفوا طبيعة المغرب وكيف يتعامل مع الجيران فالمغرب كان حاضرا في عديد القمم والفعاليات جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية وكان حاضرا في قمة أفريقيا أوروبا بداية هذا العام كما كان حاضرا في الاتحاد الإفريقي في دوراته المختلفة بحضور الجمهورية العربية الصحراوية وسجلت الرباط حضورها مع حضور الجمهورية الصحراوية في مناسبات تعد ولا تحصى ولم تثر الرباط أي أزمة سياسية وقتها الإفلاس المغربي ليس محصورا في الأداء السياسي فقط بل تعداه إلى إفلاس إعلامي مليء بالتلفيق وتشويه الحقائق ووصل إلى حد الترويج لإشاعات حول انسحاب رئيس غنيا بيساو عمار سيسوكو أمبالو من قمة تيكاد بتونس رغم أن المعني حضر القمة إلى غاية اختتام التظاهر بتأكيد وزارة الخارجية التونسية وخع الحال أن دائرة الحقيقة تضيق حول رقبة المغرب فهو يعاد تونس والاتحاد الأوروبي وألمانيا وتركيا لأن الجميع يريدون حلا عادلا للقضية الصحراوية وفق القرارات الأممية غير أن المغرب يرفض النظر إلى الحقيقة الشاخصة